تستهدف مصر اليوم وغدا أعمال الدورة العادية الثلاثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حيث شهدت القاهرة انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري ومشاركة وفود كبار المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية في الدول العربية وتتضمن أعمال الدورة الحالية عددا من الملفات المهمة وفي مقدمتها جهود الهلال الأحمر المصري لإصال المساعدات المصرية والعربية لقطاع غزة والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية التي ستنعقد بموريتانيا والإعداد للتحضير للقمة العربية العادية في مملكة البحرين إلى جانب الموضوعات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 20-30 خاصة جهود القداء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية وحقوق الأشخاص زاوي الإعاقة في إطار الخطة للتنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر